لا مؤشرة حتى الآن على حدوث اختراق حقيقي في مشاورة السويد اليمنية مع اقتراب موعد انتهائها الخميس المقبل عاد تصعود الخلافات على الطاولة وتصعيد العمليات العسكرية على الأرض مع حدوث تقدم بسيط في ملف الأسرة وتبادل الكشوفات بين وفدي المحادثات والدخول في مرحلة فحص الأسماء فضلا عن تداول أخبار عن طرح المبعوث لخطط الإطار الأمني والسياسي على الطاولة أخفق جريفت في التوصل إلى أي حلول حتى في القضايا الفنية بعد أن كان قد وضع مبادرتين أحدهما تقترح انسحاب المليشيات الحوثية من ميناء ومدينة الحديدة وفق حدودها الإدارية على أن تستلم الأمم المتحدة الموانئ بما فيها ميناء الحديدة والصليف ورأس إيسا وهو ما رفضه وفد الشرعية وأبدأ عدم تملعه في أن تلعب دورا فنيا وإداريا فيه ولكن تحت سيطرة الحكومة الشرعية معتبرا ذلك حقا سياديا للدولة اليمنية وسلطتها الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته أما المبادرة الثانية التي كان قد طرحها وفشلت حتى الآن فهي بشأن تعز ورفع الحصار عنها وفتح المعابر وفق مرحلتين وتخفيض التصعيد في جبهاتها وإيقاف العمليات القتالية وتفعيل مطار تعز ونزع الألغام الحوتية التي تطوق المدينة وتقيد حركة المواطنين فيما تشترط الحكومة اليمنية انسحاب الانقلابي الحوتين من الحوبان بالكامل المبعوث الأممي قفز بالمبادرتين علّه يحقق نجاحا في مهمته الجارية في السويد قبل الانتقال إلى الجولة المرتقبة في الكويت منتصف يناير القادم ضمن سلسلة جولات قادمة غير محددة ولا متناهية وجميعها تواجه عقبات تتعلق بدرجة أساسية في تمسك الانقلابيين بالسلاح والسطرة على المدن وبين استمرار العمليات العسكرية على الأرض وتصعيد الانقلابيين وبين تعنتهم على الطاولة في السويد وفشل مبادرة المبعوث بشأن التعز والحديدة أطلق جريفة تهديدات باللجوء إلى مجلس الأمن لإقرار خططه للحل غير أن المجلس نفسه لم يكن جادا في تنفيذ قرارته السابقة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 أما على الأرض فتتحدث أنباء عن استعداد ثلاث مناطق عسكرية في نهم بمحيط العاصمة للتقدم باتجاه أرحب والسيطرة الفعلية على مطار صنعاء في حال فشل المشاورات وتوقعات بالسئناف العمليات العسكرية في الحديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر